أنا اللي حابة أقوله بس في نقطة كيراش أن أنت عندك سيناريوهين من فاش توجد ليهم ثالث لو أنت عايز مدرب اشتغل وعمل منظومة وسيفي قوي وشخصية قوية ويقدر يكمل البروجيكت هو كارلوس كيراش لو أنت مش هيت كارلوس كيراش ما ترحش تجيب بقى مدرب سيفي كبير لو أنت عايز تشتغل بقى كرة بروغراسيف وكرة أنا عايز أبني من تحت وعايز ألعب البيلداب وعايز بقى بتحول وبفتح الملعب تصورا أن إحنا نقدر نعمل كده هل ممكن نقدر نعمل كده أو لا أنا في قناعاتي الشخصية لا قدامنا فترة عشان نعمل كده أنا موافق أنه أنت تكون انت كتحiegة كرة شايف أن أنا عايز مدرب يعمل كده بس السؤال لا السؤال معلش لو هو يتغلب اربعة سفر أو خمسة سفر ما تمموتش ودي أو ما تمتشغوش عشان هو اللي بيبني كده ممكن يخسر موتش بسكور طبعا أنت تبقى فيعام أنك هتستحمل ده لحد ما يحفظ اللاعبين هل هتقدر تعمل ده برضو ولا لا دي كلها حاجات تحطها على الورق وتشوف هو أنت لازم لو أنت عايز تعمل كده هتمدرب صغير في السن مدرب صغير في السن زي ما هيرفي رينار ده كان صغير في السن لحد موصل للمناصب دي مدربين اليو سي سي ده أجماعة مشروع ده بيتعد أنه هو يوصل للمرحلة دي وكمان قبل ساعة سنة إسلام ده كان مساعد وكان مدرب المنتخب الأولمبي لو أنت عايز تعمل كده هتشاب في أوروبا ألماني بقى هولندي فرنسي أيما كان عنده أفكار متطورة يقدر أنه هو يشتغل زي ما إسلام بيقول لعشرين ستة وعشرين بخطة طويلة الأمد عشان ألعب الكرة دي لكن ما روحش أجيب مدرب سيفي كبير واطلب منه أنه هو في ستة شهر عشان أنت سيفي كبير اعمل لنا كل حاجة في الكرة حلو